انا افتح ريفت عندي الفين وعشرين اول ما نفتح ريفت هنلاقي الويندو اللي في البداية دي بيبقى عندي شوية مشروعات سابقة فتحتها قبل كده وممكن اعمل مشروع جديد نيو بروجكت او نيو موضل ممكن اعمل فاملي جديدة ايه هي الفاملي هذه الفاملي هي بالظبط شبه كده البلوك بتاع اوتوكاد او شبه الكمبوننت بتاع سكتشب هي فايل بيبقى فيه بلوكس او هنا في ريفت بنسميها وهنجلها ونشرح تفاصيلها بعد كده هدوس على نيو موضل لما اجي اعمل نيو بروجكت هلاقي ريفت بيسألني ايه التمبلت فايل اللي انت هتستعمله وهل انت هتعمل بروجكت ولا بروجكت تمبلت انا هعمل بروجكت وايه التمبلت فايل اللي هستعمله هدوس على براوز وهاختار ديفولت غريد بريتن او ديفولت او اي حاجة من الفايل دي لو ما لقيتهاش هنختار من هنا هنختار ونبدأ احنا نشتغل في الفايل بتاعنا ونضيف عليه الحاجات اللي احنا عايزنا هدوس اوكي وافتح بالمنظر ده انا عشان اخترت التمبلت فايل ده فبالتالي بيبقى فيه عندي شوية حاجات كده معجودة جوة الفايل هو الفايل فاضي مش معمول فيه اي موضل ولكن بيبقى فيه شوية اوبشنز معينة بعض الفايميلز بتبقى متحملة يعني بعض البلوكات يعني انا مثلا لو دست على todo من هنا هلقي ان في عندي مجموعة من الحوائط الي انا ممكن استعمالها دي موجودة هنا ليه موجودة هنا عشان هي موجودة غother المسابل file التمبلت ده بنلاقي فيه كل الفرش مثلا ليه الفايميلز دي هي اللي موجودة في الكمولوج دي هي اللي عمل التمبلت dy هو اللي حاطت فيه المسابل Survey ترجمة نانسي قنقر